ماذا حوالك سيريدا؟ الحمد لله ماذا حوال تونس اقتصاديا الآن سيريدا؟ ساعة نحب نهني يشغلين باليوم العالمي للشغل وانا بيدي مولود في واحد ماي نعم ممتاز كل عام انت حيبقير مرحبا يا مرحبا يا عيشك مرحبا فيك ايه دونك سيريدا شنو احوال البلاد اقتصاديا؟ والله هي الغموذ هو اللي سيد الموقف ايه صعوبات كبيرة تحسف ما تعثر مؤشرات هذه من طرف المؤسسات الرسمية نشوفه في البيانة الاخرينة تعالبنك المركزي حقيقة ارقام تخوف برشا مفهماش تقدم على مصمم ونفوضات مع صندوق نقطة دولي بكل اسف مؤشرة ما هيش ايجابية بيه الاقتصادي لازمو يخاف ولا لازمو يقترح اقترحنا برشا احنا الكفاءات قدما كنتي قداش ما شاء الله ما شاء الله هل تنقدمو سيريدا اليوم اليوم في علاقة بالاصلاحات الاصلاحات هذه عديدة هي الاصوات اللي تقول تبدأ فيها تونس يلا خليت انتلق فيها تونس نبدأ وبددوسي بدوسي شنو المتاح في الدعم سيشكون ديلي انتي شنو المشكلة تاك المشكلة تاك هو تأكل العملة الصعبة ودخارات العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي هذك اشي يعطي يعطي تراشع عن تقيمة الدين دارة تونسي ويعطي تضخم بالي يزيد يسرع في معادلة تضخم بالي الرئيس الجمهوري وقته قال انك خايف من تهديد السلم الاجتماعي لانه رفع الدعم على المحروقات ترى ويهدد السلم الاجتماعي عنده الحق ولكنه اذا كان ما نوصلوش الاتفاق مع صندوق النقطة الدولي وإلا ما نمشيه في برنامج بديل هذا يعطي كذلك نفس الدعيات وحتى اكثر لانه هذا يعطينا تآكل كما قلت المخزون العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي ويعطي تراجع عن تقيمة الدينارة تونسي ويعطي التضخم وأكثر من هك ما عندك تولي كان حل وحيد هو أنك تمشي فيه الاقتراض الداخلي والاقتراض الداخلي حسب الأرقام هذه الموجودة أنه يشكو نقص كبير على مستوى السورة البنكية يمشيه في الطريقة هذه هذا بشي يزيد يسرع معادلة التضخم المالي ويهدد النظام البنكي والذي يوصلنا حتى أزمة ثقة بين الحرفاء والبنوك يعني أنا نخاف على فلوسي وعلى مدخرتي في البنوك بما أنه قاعدة الدون وقاعدة تصالف للدولة والدولة قد تجد صعوبات على مستوى التسديق لكن سيشكو ندلي البلاد عندها رافعات الرفعات هذه ما هيش معطلة لكن يلزمها تحفيز فوسفات سياحة خدمات صديرات مو يلزم العجلة تحركوا للعجلة شكو مش حركها العجلة ذي ها بشنجيك من الحديث عن منويل اقتصادي وعلى أقل عن الرفعات الرفعات طوى الرفعات يحبلها وقت ولكن انت يلزم تلقى حل طوى في الوقت الحاضر في الأزمة المالية على مستوى دخول العملة صعبة وانا قدمت في وسائل اللي على برنامج بدين في أربع محاور هاو نحكيو فيهم يلا نحكيو فيهم ومن المحور من المحاور دي جا تقريبا وجد ايذان الساغية لدى رئيس الجمهورية واقترحه في المجلس الأمن الوطني انا شا قلت قلت عنا الفوسفات اللي هو معطل والحديث عن السيادة الوطنية لشعب معطل الثروات انتاعه وهو قاعد يجيب في الماكلة انتاعه من البرة لا معنى لا هو بالتالي لابد ان يرجع الفوسفات الى سالف نشاطه الفوسفات انتلق بالمقدمة بعد نجيك للرسمية معك الفوسفات شنوه هو قطاع مصدر مصدر كسسوها في البروت ولا حتى في التحويلات انتاعه على مصدر المجمع الكيميائي ما تفهمين انتي المؤسسات المصدرة هي تحت طائلة قانون 72-74 اللي انتي متنجمش تدخلها وهي فيها حراسة امنية قول علاش الفوسفات بانتاج انتاعه وبنقله الى المجمع الكيميائي بيجابس وبانتاج المواد الكيميائية بالمجمع الكيميائي بيجابس ونقل المواد الكيميائية الى المواني وخاصة من الارادس وتصديره علاش بيكونش تحت امارة الجيش الوطني يعني فيه حماية حتى هو هذا يمكننا من استرجاع النسق العادي متاع الفوسفات ويعطينا مداخيل قد تغنينا حتى من اعلى القرض لصندوق النقد الدولي لكن فهم اشكال هنا الاشكال هو انه الابناء المحل الحوض المنجمي ما عندهم حتى وسيلة انتاع الشغل كانش في الفوسفات في شركة انتاع فوسفات قفسة وبالتالي لا بد من التفكير نمشي اكثر حتى من هكا نقول لما لا لا نقطع تاع حتى 10% من مداخيل الفوسفات للانفاق على مصر والبنية التحتية في منطقة الحوض المنجمي وفهمة دي بيست البيست اللولانية وانك الاسم ده اللي احنا قاعد نجيب فيها من البر باسعار عالية جدا وبالعملة صعبة واللي هي تثقل كلفة الفلاحة التونسي واللي هي قاعد تعطينا في الحم غالي وتعطينا في الخضراء غالية وكستراء هذه رهي تستخرج من الفوسفات وخاصة من الفوسفات التونسي اللي هو 80% منه قابل الى التحويل علاش ما يقعش من اقتطاع المبالغ هذه من موارد الفوسفات الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على مستوى الاستثمار في صناعة الفوسفات هذه نقطة أعطيني يا سيعم روسيا شي يقول في الموضوع سيعم روسيا يقول القيادة بحزب العملين عمال والنائب السابق عمار عمروسيا يقول أن التعامل مع ملف الفوسفات لا يكون بالعسكرة والتهديد والحلول التي لا سللها بالواقع لأن مشاكل قطاع الفوسفات تعودوا بالأساس إلى اهتراء المعادات ومشكل في النقل على حد تعبير حرف ما يقولون خلسهمه خلسهمه الأراتي مدام لحطنا على التاولة قلنا نحن رئيس الجمهورية وقت الضيق به سبول التمويل خاصة بعد انسداد الأفاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مرة يتلفت لأملاك المصادرة مرة للصلح الجزائي المرة هذي تلفت القفسة وتلفت لها من زاوية الحضور الأمني والعسكري وكأنه ثم إشارة مبركنة بالتهديد ورجع الرئيس عطاء أرقام لا سيلة لها بالواقع وقت يقول بش ننجو عشرة ملايين طن هنجاوبوا انتع الانتاج بعد بيوم قلنا نحن برنامجنا في 23.5.6 سألوه قالوا له كدهش انتجت في الثلاثة الأول خبرك لأنه مشكلة الكوبانية توا ماهوش اعتصام ماهوش حذرام مشكلة هيكلية عميق مشكلة معدات مشكلة معدات مشكلة معدامة مشكلة معنق الفوسفات متاع سكة باهي دونكل هنا الحقيقة بش خليك تتكمل سيش كوندالي الفكرة شنوه هو أنه وكأنه الجميع يحاول يلقى حلول سحرية شو من داخل الجيش سيش كوندالي يخي تونسي مشكلة ما تمكنتش انت من المحافظة على الثروة الوطنية وانت مشكلتك هو أنه ماهوش استرجعتش نسق متاعك متاع الانتاج انت قبل ثورة عليش لي من خاطر انت عملت اوديت انت شفتش نوال كلفة اللي لازم تجدد في المعدات انت شفت أي امكانية تجد تكون موجودة في الجهة لاستعمال لاستعمال مثلا الجهة في انتاج ثروات أخرى معناها سمعني هل الفكرة أنه ناقفوا دقيقة من زمان قلوا الكوبانية 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 والكوبانية لازم تعمل عشر مليون طن الحقيقة هل يقول لك عليش الكوبانية ماشي قادة تعمل في أرباح لأنه مثقلة بأعداد كبيرة على مستوى الموظفين والعمل وبره شوف انت الانتدابات اللي وقعت بعد الثورة تتلقى أرهقت فعلا هذه المؤسسة عليش لأنه أبناء الحوض المنجمية ما عندهم شمالة آخر وبالتالي لابد من التفكير في الإنفاق في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار في حاجات اللي هي موجودة غاديكا أربع نقاط هذا يعطينا مثلا النقطة هذه النقطة الثانية التحويلات اللي يختموا البر فاقت مدخيل السياحة سبعة مليار لا تقوى حتى حتى العشرين أفريل الفين وثلاثة وعشرين المدخيل فاقت مدخيل انتها السياحة وبالتالي احنا هذا مش قاعدين نشتغل عليها بالكل بل بالعكس سياسيا يعني ضررينهم لكن هي فلوس ماشية لشنو هذا اللي جاء من العملة صعبة نشجعوها 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 بفتح حساب بالعملة صعبة بالنسبة للمواطنين اللي يخدموا البر في البنوك التونسية بنسبة فايدة مهمة ولكن ما هم يحولوا في الفلوس انتاحهم ما بيشريوا العقارات كسوس والأراضي ولا الشوق أساسا تقريبا كثير من بورسان هذا ما نحوله ما كالأداء على الثروة انتاح المحتفى في قانون المالي لسنة 2023 باش انت يزيد تشجحهم بيسكن عندك مصدر مهم من العملة السابق ما نمش ديارهم ما نمش ديارهم ما نمش ديارهم ما نمش ديارهم مليارات ومعقاراتهم ما يحسنوا على كل حال تتحددهم بممالغ ينجمي يشري حتى أكثر لكن في الممكن النقطة الثالثة هو الأداء تقريبا النقطة المحور الثالث هو الأداء على مربيح المؤسسات المصدرة ولينا نزدناها كل مرة حتى رجعت كيمة المؤسسات التي تنتج لسوق المحلية لا تحفيز لا تحفيز التنفس ينتح ضعفة والصدرات تراجعت بصورة كبيرة وبالتالي جاء الوقت حتى وقتيا خطر فهمها مشكلة مع الاتحاد الأوروبي على مستوى القائمة السوداء هي نحن تومش في حالة جيدة مع الاتحاد الأوروبي اللي كان بش نعمل لهذه ماشي بش تزيد الأمور أسوأ مما هو عليه وبالتالي اقترح أنا التخفيض في نسبة الأداء على مربيح المؤسسات المصدرة والنقطة الرابعة اللي هي مهمة جدا هي واللي هي الأموال المبالغ الكبيرة المتدولة في السوق السوداء بالعملة السعبة واللي هي عملنا برشة إجراءات ولكننا ما تمكنناش عملنا أخيرا عشرة في المية عفو عشرة في المية على مستوى الأداء يعني تدفع عشرة في المية وتجي مجاهة حتى واحد وبالتالي يجب عندنا الجرأة عشنا عملو عفو تام على مستوى هذه المبالغ وقتها نجموا دخلوهم بكل سهولة هذا يعني هذه أنا على مستوى الخروج ليس من الأزمة الاقتصادية الخروج من الأزمة المالية الخانقة حتى من عقلية كاملة هذا اليوم لكن مرة أخرى هذا أمامه مقابله قدوا بحديه فما فكرة الإصلاحات الإصلاحات واللي هي تمكن من تعافي الاقتصاد الوطني في علاقة بالإنفاق وميزانية الدول اليوم شو الحقيقة المتاح شو المتاح أنا قاد نشوف شو المتاح كن ناخذ مثلا الشركات العمومية شو المتاح فيها اليوم شركات العمومية قبل ما نوصل للشركات العمومية رو فما ملف سهل برشا وفيه توافق عام سهل برشا هم عندهم أربع ملفات على طاول الصندوق النقد الدول هو موجود في برنامج الإصلاحات عندك تحسين مناخ الأعمال وعندك الوظيفة العمومية وعندك المؤسسات العمومية وعندك الدعم أسهل واحد هو تحسين مناخ الأعمال لأنه فيه توافق تام وهذا يخدم للمنظمات الأعراف بصورة كبيرة وكبيرة جدا توافق ما فيه حدا شيء هوقلك الريعة ما يحبش شكوهن الريعة هو ضد الريعة نايمة وهذا هو على خطر أنت كي تحضر إصلاح هنا نرجع للسخط جي أنت تحضر للسخط وتنح 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 وتقول الناس الكل فما وليج ها ها المشكل هلك فما دي كارتين ميحبوش لا ها البروب هنا سلطة اللي هو انتفع من النظام السابق وليس من من تألم من النظام السابق الحبونوش عشكون اللي هو انتفع من المنظوم كيف نشجعون الاستثمار اليوم خلي النقطة هذي لابش تحب انووضح عليك اندي كون بش توجع اقتصاد الريعة هو اللي انتفع ويه وبتالي يبدا من الذهب لكن هو نفذ وشنو قدرة السلطة في انها تصرف معاه وهنالو السلطة قادرة اليوم تاخذ الريسك الريعة الموجود واللي هي بيعتله زيادة ومتسلفة من عنده هي قادرة انها تمس تحكي على المنظومة البنكية مش البنكية شاو عديدة هي اقتصاد الريعة هي نقطة من النقاط التي تناولها قانون الصرف الجديد التي تنتهى تقريبا يمشى فيها وهي حذف الترخيص حذف الترخيص لكن شنو عمل القانون هذا عمل بشروط وكان نفس تقريبا المنهجية اللي عملها بالنسبة للإجراءات للتحفيز الاستثمار في الإجراءات الماضية شخولك يقولك سيدي احنا نعطر خاصة تعزيط لناس كل لكن نعمله شرط انا كيزم عندك 700 مليون في البنك انا نخاف الشيء بش يتسلل كذلك على مستوى قانون الصرف انا اعتقد شوف القوانين اللي موجودة اللي هي سهلة الاسلحات اللي هي سهلة هو تحسين مناخ الأعمال كيف هاتين ترى عنوين كبرى فيه تحسين مناخ الأعمال هو على مسوى حذف الترخيص هو على مستوى التسهيل الفتح الحساب العملة صعبة هو التسهيل بصراحة معنى بصفة عامة والأموال على مستوى التبادل بين تونس وبين الشركاء التجاريين الفكرة الاساسية الدولة هذه الدولة التونسية هذه مش يصر حاضرة في الاقتصاد التونسي مش يصر حاضرة في كل شي ما نقسمحني توق في بلدين أخر أنا ما كملت لك نقطة مهمة اللي هي انت اللي كان تتناول الموضوع هذا لانت تحسين مناخ الأعمال تعمله بطريقة جيدة يدفع الاستثمار ويدفع النمو الاقتصادي هذا يحلك ملف مربوط به اللي هو ملف إصلاح الوظيفة العمومية اللي الصندوق النقد الدولي يقول لك أنا نحب حسط الأجور من الناتج المحلي الإجمالي تنخفض أغلب الخبراء يمشيوا في المبلغ حجم الأجور أنا نقول لا مش المشكل في الفركزيون لأنك أنت لما تدفع الاستثمار وتحفظ على الاستثمار والنمو الاقتصادي يطلع وبالتالي حسط الأجور من الناتج المحلي تنخفض أنا أعتقد ملف تحسين معنى الأعمال يحل ملف الوظيفة العمومية بدون إجراءات موجعة كما تحدث عليها بشعب نعود لك سؤالي الدولة التونسية هذه موجودة في كل شي تقري والداوي وتعمل النقل وتجيب لك القاس وتجيب لك الماء وتجيب لك الضو وفي نفس الوقت تحلك للبيبال تحلك الإمكانية قانون للمتسيبين الحساب الخاص لفريلانس كل مناخ العمال تحسين مناخ العمال كيفش نعامله ياسر ياسر فما دولة في المخاخ ياسر ياسر دولة دولة ينقص ينقص في ملف تحسين مناخ العمال يجب أن يتناول ملف مناخ العمال كل هذه هي النقاط التي تتحدثت عنها ومنها التخفيض من حجم الإدارة على مساوى الإجراءات وتقول اليوم السلطة أن الدولة عندها دور اجتماعي كيفاش هذا الدور اجتماعي ما بين الاستقلال من الاستقلال تونس للآن يخي مش تبتلت شوية الدنيا التواب تبتلت لأن السياسية الاقتصادية خاصة بعد الثورة ذهبت في تطبيق الإرهاب خلينا نقول على الاستثمار الخاص على مستوى أولا على المستوى الاجتماعي هناك عدم استقرار اجتماعي ويعني تغول المطلبية وما شابها ذلك على مستوى السياسي ليس هناك استقرار سياسي وغياب الرؤية جملة واحدة وعلى المستوى الاقتصادي هناك ثلاثة سياسات اقتصادية ذهبت فيها الحكومة ما بعد الثورة والتي هي عنفت الاستثمار الخاص أولا سياسة الصرف المارينة والتي أدت إلى تراجع في قيمة الدينار التونسي لما يتراجع هي كلفة إضافية على مستوى التوريد التجهيزات والمواد الأولية وبالتالي تفقد المؤسسة التنافسية انتحة وهذا الشحدث على مستوى النقدي الترفيع في نسبة الفائدة وهي كلفة على مستوى تنوي الاستثمار وعلى مستوى الجيباي هناك الترفيع في الضغط الجيباي بخمسة نقاط كاملة يعني القطاع الخاص ملقاه حتى مجاله وهذا كانش قاعد يتراجع بصورة كبيرة كبيرة ترفي نسمع فينا سيريدا بشي قول كبير بارك الله وفيهم سيريدا وعطيهم صحة وشكرا لهم ومحليهم وكذلك لكن هل تونس بلد ما زال يطيب فيها العيش؟ وهل السنوات القادمة هي بلد يطيب فيها العيش؟ والله في الحقيقة اللي أنا ما نشوف أنه المبلغ اللي قريته اليوم في البيانة تالبنك المركزي 124 مليار دينار كحجم الدين العمومي بنسبة لتونس أعتقد هذا كله كلفة بنسبة لأجيال القادمة هذا هو هذا هو هذا يجب يتقال صح صح الشباب نتاعنا اللي هو قاعد يهاجر ولا وحد ولا وليه ينجم يشد صغاره بشي يقوله ما تنشيش البراء أولا علاش أولا لأنه كيمشي يخدم البراء هو والدينار التونسي قاعد يتراجع هو قاعد يستغنى واللي قاعد في تونس قاعد يفقر على مستوى معناها العلاقة بين القدرة الشرائية تالي مواتنا التونسي اللي هو قاعد فضل بشي يخدم في بلاده والآخر اللي هو هاجر ومشا للبراء كل ما أحنا قاعدين نقدمه في السياسة الصرف المرينا وتراجع قيمة الدينار التونسي كل ما هذا ينفع يفقر ويغني جماعة الأخرين اللي قاعدين يخدموا البرة وبالتالي هذا يشجع بطبيعة الحال الشباب التونسي على الهجرة المنظمة وغير المنظمة وبصراحة ما فهم حتى شيء وحتى رؤية وحتى شمعة آخر الطريق لتخلي وليه ينجم يقنع صغاره بشي يقولهم وقعدوا هنا رأوا مستقبل تونس هذا نقولوه بكل صراحة شكرا لك سريذا شو نقول لكم نقول لكم ما أعذر على الكلام هذا نقول لكم على غالب هذه هي حقيقتنا شو نقول لكم شو نحب نقول اليوم كما كان يقول سريذا لسوء الحظ ما نجمو شو نخزره برشا القدام علش السياسي زادة مش قاعد يجاوبين السياسي زادة مش قاعد يقول لنا وين ناوي يمشي وشنو ناوي يععمل ما الفرق بين السياسي والاقتصادي السياسي يعطي الحلم إيه من باء الحلم من باء طلبين الحلم أعطينا أخويا وين أوين تمشي وخلي نجمو نرافقوكم على الأقل بالنقد بالاقتراح بالرافقوا ورافقوا تساملوا أنا نحب نعطيك نعطيك بعض سمحني سريذا ما نلوز ما وصلنا النهاية سريذا مرساعتين أنا نعدك ترجع بحدي ندخل نمشيو المؤشرات الكل فريما سمحني إذا كان نزغبتك شوية لكن الموعد جد معكم غدوة إن شاء الله الموعد مهم غدوة غدوة ميديشو مباشرة من مقر النقابة الوطنية لصحفين تونسيين في الإعلان عن لجنة المساندة للصحفي ومدير إذاعة مزايكة فام لوردين بوتار ولذا بالنسبة لنا غدوة وموعد استثنائي كونوا في الموعد من فضلكم الخطر بالنسبة لنا نخرجوا من هنا نمشيوا للنقابة من استوديوهتنا المركزية المباشرة بشيكون من نقابة للصحافة عنيش من نقابة على خطر نعتبره أنه الزميل الآن موجود في السجون التونسية منذ أكثر من سبعين يوم وبالنسبة لنا هو ما هوش المدير فقط إنما هو الزميل والصديق واللي إلى حد الآن ما نفهمين حتى شيء ما نفهمين حتى شيء من الموضوع متاعه اللي أصبح لحقيقة مؤلم جدا لكل عائلة موزايكة فام إذن غدوة المعودة أنا أحكي لكم وغدوة على هذه اللجنة اللي هي بتكون لجنة موساندة ليندربتار ولي بتكون لجنة مهمة جدا الآن في هذا المصار الغريب الأطوار شكرا لك سيريدا شكرا لك على قابل الدعوة الموعد مع كل فريق فرقنا على انتداد الأخبار شوي خر الموعد مع فوروم شكرا لكم للمجدين معنا يوميا في نامان